أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التوصل لوقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة يظل هو السبيل الأوحد لإنهاء الوضع المتأزم في القطاع والحد من تزايد العنف في المنطقة وخلال اتصال هاتفي تلقاها من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنتونيو تاياني شدد شكري على ضرورة اطلاع الأطراف الدولية الهامة بمسؤوليتها السياسية والأخلاقية تجاه دعم وقف إطلاق النار فضلا عن درء أي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم كما تناول الاتصال التوترات الراهنة في المنطقة على خلفية الأوضاع في غزة ومنها ما يدور على الساحة اللبنانية وأمن الملاحة في البحر الأحمر حيث توفق الوزيران حول أهمية تكثيف التحركات للحد من توسيع دائرة الصراع في المنطقة ومن جانبه وجه تاياني الشكرة لمصر عن الدور المحوري الذي تطلع به لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الإيطالية إلى قطاع غزة